للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مرسل غد عمر محمد عمر ما هي تفاصيل سحب روسيا لسفيرها في واشنطن بعد تصريحات بايدن الخطيرة حول اتهامه لبوتين بالقاتل أهلا لينا طبعا هذا الامر هذا الإجراء السحب السفير روسي من واشنطن جاء بعد اعتراض واحتجاج الكريم على ما جاء على لسان الرئيس بايدن هذه خطوة طبعا تصعيدية عقب ما قرئ تصعيدا من الرئيس بايدن الذي وصف الرئيس بوتين بالقاتل وأيضا قال أن هناك تبعات وتداعيات للممارسات السيئة لبوتين والروسيا بهذا الصدد الولايات المتحدة نحن هنا بانتظار أن يكون رد من الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي هذا اليوم كما تعلمين أيضا أن وزير الخارجية رفقة وزير الدفاع هم خارج الولايات المتحدة في كل من كوريا واليابان لكن أيضا ردود الأفعال هنا اتسمت بالتأييد بين الجمهوريين والديمقراطيين وأيضا الرفض للذهب مباشرة دون مراعاة الجوانب الدبلوماسية في الحديث للرئيس بايدن إلا أن هناك تتوافق مع توقعات الروس بأن تكون هناك عقوبات من قبل الولايات المتحدة تجاه روسيا عقوبات اقتصادية عقوبات طابع سياسي لكن لا يعلم لحد الآن ما إذا كان سحب السفير الروسي قد يرجع هذه العقوبات أو الإعلان عنها في العاصمة الأمريكية واشنطن فقط أذكر أن الولايات المتحدة وفي نهاية عهدة أوباما قد فرضت الكثير من العقوبات وقد قامت بإجراءات وصفت بالمتشددة تجاه البحثات الدبلوماسية البحثة الدبلوماسية الروسية والسفارة الروسية في أماكن عديدة وولايات عديدة ضد قنصلياتها الأمر تراجع بعض الشيء في عهد ترامب لكن كما توقع الروس يبدو أن الرئيس بايدن أكثر تشددا تجاه روسيا التي وصفها في فترة سابقة وهي فترة رشحه لانتخابات وصفها بالعدوة يعني صنفها بهذا التصنيف وصنف الصين في خانة المنافسة ووفقا للتقرير تقرير الاستخبارات الوطنية أيضا صنف أن روسيا قد تدخلت بالفعل تدخلا سلبيا في الانتخابات بينما ابتعد التقرير عن ذكر أي نشاط للصين بالتأثير على الانتخابات الأمريكية هنا بايدن يقف أمام الأمة الأمريكية كرئيس ويجب أن يوقف هذه التدخلات ويقف أيضا كديمقراطي في ذلك الوقت حاولت روسيا وبوتن تشويه سمعته أمام الأمريكيين وتقويض ترشيحه للانتخابات حسب ما ذكر التقرير لك ليلة أشكرك جزيلا عمر محمد مرسل غد من واشنطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر